تنفيذاً لتوجيهة الملكية السامية في موضوع العناية بأفراد الجلية المغربية المقيمين بالخارج أحدثت الوكالة الحضارية للرشدية شباكاً خاصاً لعادي الفئة من المواطنين موازاً مع تنظيم الأبواب المفتوحة بمقر المؤسسة من تاريخ عاشر إلى خامس عشر غشت الجري وذلك لتعزيز التواصل وتقوية آليات التحسيس حول قضايا التعمير التي تهمهم وأكاد التعريف بمهام المؤسسة وفرص الاستثمار التي توفرها وذائف التعمير تخليداً لليوم الوطني للمغرب المقيمين بالخارج تنظيم الوكالة الحضارية للرشدية أبوابها المفتوحة من عشر إلى خمسة عشر غشت ألف نستاش لفائدات المغرب المقيمين بالخارج هذه مناسبة للتواصل البناء مع الجالية وكذلك من أجل الاستماع إلى همومهم ومحاولة حل مجموعة من المشاكل التي يعانون منها والمتعلقة أساساً بمشاكل البناء والتعمير هذه كذلك مناسبة من أجل اطلاع أفراد الجالية على مجموعة من المشاريع والأوراج التنموية التي يعرفها إقليم الرشدية من أجل بحث سبول مساهمات الجالية في التنمية التي يعرفها الإقليم عبر خلق مشاريع التنموية في شدة المجالات والتي عملت الوكالة الحضارية جاهدة على برمجتها في إطار وثائق التعمير التي تنجزها والتي تتضمن قطاعات ترابية واسعة مخصصة لاستقبل هذا النوع من المشاريع الاستثمارية تصهر الوكالة الحضارية للرشدية منذ تأسيسها على تأطير قطاع التعمير والبناء بأقليم رشدية وتأهيل المجالات الترابية القروية والحضارية منها وهي بذلك تدبر مجالاً ترابياً بخصوصيات استثنائية ويتميز بقيمة تاريخية وتراث معمري عصيل ومؤهلات طبيعية وسيحية معتبرة ترجمة نانسي قنقر